أرتكبت ذنوب كثيرة كبائر وصغائر وأرغب التوبة والإنابة وأخاف من كثرة الذنوب هل لي توبة وما طريق الثبات على الحق ما في أحد يا إخواني إلا ويقارف الذنوب ولكن المؤمن يسارع التوبة إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون فالمؤمن إذا أفزعه الشيطان عاد ورجع الله ولذلك الشيطان يقول لرب العالمين لا أزال أغوي بني آدم ما دامت أرواحهم في أجسادهم فقال الله وأنا لا أزال أغفر لهم استغفرون فالإنسان يا إخواني إذا وقع في ذنب وأسرع التوبة وفر له قال الله تعالى في أهل الجنة وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله تجي بعدها مباشرة ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم فرب العالمين يحب من عبده إذا اقترف ذنبا أن يتوب ويرجع إليه وإنتم تعرفون رب العالمين يقول في الحديث القدسي من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولا ورب العالمين يفرح بتوبة عبده أشد من فرح إنسان فقد ناقته عليها طعامه وشرابه في أرض فلات فتعب في بحث عنها ثم نام يائسا ثم قام فوجدها على رأسه فقال يحمد الله ويشكره اللهم أنت عبدي وأنا ربك أقطع من شدة الفرح الفرح نعم